بيقول فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان سفر زكريا الإصحاح الثالث عدد اثنين ما معنى هذه الآية لأنه ذكر كلمة الرب مرتين تمام كلام فعلا ما خشش الدماغ فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان الربنا قال للشيطان لينتهرك الرب طيما كان أنا ربنا انتهر وخلاص هنا بقى فيه حاجة في اللغة لازم ناخد بالنا منها فقال الرب الاولاني ده ملاك مش احنا بنقول الربوبيات والقوات يعني ايه الربوبيات يعني طغمات الملائكة الملائكة فيه حاجة اسمها السلطين والارباب والقوات والشاربين والسيرفين كل دي درجات في الملائكة فمن ضمن الدرجات زي رؤساء الملائكة فيه درجة اسمها الربوبيات او الارباب فالرب هنا ملاك وعشان كده كلمة ملاك في العهد القديم لازم ندرس كويس قوي هل كلمة الرب هنا تقصد ملاك ولا تقصد احد ظهورات رب المجد يسوع المسيح في العهد القديم فلما يقول فقال الرب للشيطان يعني الملاك قال للشيطان جت اختها فين جت اختها في سفر يهوزة ان مخايل رئيس الملائكة قال للشيطان فقال مخايل للشيطان لينتهرك الرب يبقى نفس الاسلوب بتاعتك الرب قاله هنا رئيس الملائكة اللي قاله في سفر زكريا ما كانش رئيس الملائكة مخايل كان آسف ملاك من درجة الارباب فالمفرد بتاعها رب فالرب هنا ملاك فالملاك قال للشيطان لينتهرك الله يبقى عاوز تقراها صح فقال الملاك للشيطان لينتهرك الله او قال الرب للشيطان لينتهرك الله يبقى الاولانية ملاك التانية الله